ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه لا يضر الذين آمنوا من ضل إذا اهتدوا وأوبكر السديق رضي الله تعالى عنه فسر هذه الآية بأنها لا تمنع النهي عن المنكر والكلام ذا بتلقاه في تفسير العلامة ابن كثير عليه رحمة الله أما هذه الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أنفسكم فده معناه إنه إذا أنت بعد ما بينت الحق والناس أبوا يقبلوا الحق وضلوا فده ما بيضرك كقوله تعالى وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ لكن ربنا سبحانه وتعالى أمر بقول الحق قال وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ يعني الواجب قول الحق وبيان الباطل بعد ذاك بعد بيان الحق وبيان الباطل فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَهْ فَلْيَكْفُرْ وَالَّذِي كَفَرَ فَعَذَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ أَلِيمٌ كما قال تعالى في تمامة هذه الآية إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا فالكلام ما معناته إن الناس على كيف زي ما بيذكر آئمة الضلال يستدل على هذه الآية وعلى قوله تعالى لا إكراه في الدين يقول لك معناة الناس أحرار في اختيار العقائد وأي زول يعبد الدائر يعبده وأي زول يعتقد ما شاء وأي زول يعبد ما شاء الكلام ذا باطل وإلا لما أرسل الله تبارك وتعالى الرسل وإلا لما وضع الله تعالى الموازين القصة ليوم القيامة وإلا لما قال الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير أصلاً لو الشغل لو أي زول على كيف طيب ليه ربنا أرسل الرسل رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والرد على أهل الباطل وأهل الزيغ والضلال هذا واجب من الواجبات دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشكد الشيخ بن عسيمين عليه رحمة الله في تفسير الآيات من سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ربنا قال ألا إنهم هم السفهاء لاحظ الشيخ بن عسيمين قال الآية دي فيها الرد على أهل الباطل وعلى أقوال أهل الباطل بل فيها من قوة الرد ما فيها انتبه ربنا أول حاجة ذكر كلام ده من أساليب القرآن إنك تجيب كلام أهل الباطل تقول البرعي قال في ديوان ليك سلام مني أو في كتاب ليك سلام مني قال وله سلم يا ولد القلب البط ولد تجيب كلام أهل الباطل لأنه ربنا قال كذا ربنا يذكر أقوال أهل الباطل ومن الناس من يقول كويس تجيب كلام أهل الباطل بعد ذلك ترد عليه ويكون الرد قويا الشيخ ابن عثيمين قال ربنا سبحانه وتعالى قال ألا إنهم هم السفهاء الذي بسموه آداد استفتاح وتنبيه بسموه آداد شنو استفتاح وتنبيه إنهم ده توكيد هم هم دي بسموه ضمير فصل كويس هم دي بسموه شنو ضمير فصل وتدل على التوكيد والحصر شو الرد ده قوي كيف ألا أداة الاستفتاح كذلك هذه الأداة تفيد الحصر إنهم توكيد هم ضمير فصل يفيد الحصر ويفيد التوكيد السفهاء رد قوي ولا ما قوي ده أسلوب القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد على الأقوال الباطلة ولو صدرت من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لذلك لما جاء الرجل واشتكى معاذا رضي الله تعالى عنه لما كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى قومه صلي العشاء ويرجع ويصلي بهم العشاء فيقرأ بالبقرة جو اشتكى معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يطيل الصلاة ويقرأ بالبقرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ولما جاءت المرأة لما انتهت عدة بوضع الحمل أمر أبو السنابل صحابي جليل رضي الله تعالى عنه إنها تمكث أربع شهور وعشر أيام جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بما قال أبو السنابل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل يعني أخطأ في مقالته فشوف الكلام الباطل يرد الكلام الباطل يرد ولو صدر من أي إنسان وإضافة إلى ذلك إذا كان صدر هذا الكلام من أهل البدع من رؤوس أهل البدع فإنه يرد هذا الباطل ويغلظ على قائل هذا القول الباطل قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إذن استدلال الناس اللي بيستدلوا بهذه الآية يا أيها الذين أملوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم اللي بيستدلوا بالآية إنه مات تنهى عن المنكر ده استدلال باطل لأنه القرآن ما بيتناغط القرآن لا يتناغط وأمر الله تعالى بالأمر من المعروف والنهي عن المنكر وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم طيب السائل قال قال تحدثت وحدة تونسية إن ذبح الأضاهي يوم العيد عبارة عن عادة يدوية لا أصل له في الدين الإسلامي أيضا وأيضا أنكرت صلاة الاستسقاء وقالت كيف تصلون صلاة الاستسقاء والسعودية ما بلد صحراء جرداء طيب الأضاهي ما عادة يدوية أخوان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن فصل لربك وانحر كويس وربنا سبحانه وتعالى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والنبي عليه الصلاة والسلام ذبح وضحى بكبشين أقرنين أملحين وكذلك الأمة الإسلامية من بعده ذبحوا وضحوا هذا موضوع مجمع عليه وبين المسلمين هذا ما عندنا موضوع سائل تونسية ولا غيرها دي ما عندنا موضوع بسألة ما عندنا موضوع دار تنظر والغريبة إنه بس الزؤل الداري ننصر يصهر بس ينظم في الدين ده يا خي ما تمشي تنظم لك فأي حاجة أسي البنظم فيه شوية في الدنيا دي شوية البنظم فيه في الدنيا ما شوية لكن بس أي ذول داري ننصر أداري فرخ زهجو تلقى يتكلم في دين الله تبارك وتعالى وهؤلاء يعني شقوا في هذه الحياة الدنيا والعياذ بالله طيب أما بالنسبة لسلاة الاستسقاء كذلك صلاة الاستسقاء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام واستسقى الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم أي بدعائه صلى الله عليه وسلم وكذلك استسقى عمر رضي الله تعالى عنه بدعاء العباسي رضي الله تعالى عنهم جميعا والاستسقاء موجود إذا ما نزل المطر ومر بالناس قحت وجذب وضيق في المعيشة فإنهم يخرجوا إلى الصحراء ويلبسوا من الثياب البالية والرديئة ويصلوا ركعتين لله تعالى ويستسقوا يطلبوا السقية من الله عز وجل كما كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا طيب ده بالنسبة لصلاة الاستسقاء وذي ما عنده موضوع ياخدت زاتك ما لكم ده أنا بستغرب زولي باري له نسوان زي ديل مش يلقط ويجيب ياخد تونسية شنو الله يهديك والناس الهنان إحنا انتهينا منهم تاني يجو تونسية وليبيا قالت لصال الله العافية والسلامة طيب قال هل يجوز في أصل الدين التسمية بجماعات والأحزاب والطرق لا ما بيجوز كلام ده قلناه كثير ما بيجوز الانتساب لجماعات والطرق والأحزاب ولا يجوز تكوين جماعات وطرق وأحزاب في دين الإسلام ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وفي رواية في قراءة صحيحة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء جماعات والطرق الموجودة الآن كل باطل الصوفية بكل الطرق بتاعتهم يا الإخوان المسلمين بجميع أجنحتها أنصار السنة بكل طوائفهم وأجنحتهم عرفت البلاغاتية بتاع مسجد بلال بيجاي وغيرهم الفي باكستان وغيرهم كل هذه الطرق وضلال ديك ناس داعش ومين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين جبهة نصرة وما تعرف أسامة بن لادن شغل الناس زيل ضيعوا ضيعوا الأمة الإسلامية إلا من رحم الله تبارك وتعالى ده ما الدين ده ما الدين الجميع النبي عليه الصلاة والسلام أصلا وما يخطر على بالك تقول ما أقولها مولانا ديل كلهم باطل أيوة كلهم باطل لأنه ربنا قال وإن تطي أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وديل من النوم الجماعات ديل من النوم وديل في النهاية عندهم أقراط عندهم أقراط وعندهم مصالح دنيوية دارين يصلوا لها إنت ممكن تكون ما بتعرفه الآن ولو كنت معهم تكون ما بتعرفه لكن في النهاية أنت بيستخدموك إذا كنت حوار في الطريقة ولا حوار في الجماعة ولا حوار في الحزب يستخدموك في النهاية بيقول صوفي نعم بتعصر كرعين الشيخ كويس وشايلة لبريك خاشي ومارك وراو رفتة تناديه في الشدائد تستغيث بيو وقاعد معه اليوم كله تخدمه أكثر من خدمة أبوك ومك بيقول أخو مسلم بيستخدموك في المظاهرات أوه أسقط 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 أنت بيمرغوك هما ما بيمرغوك بيلقا تلقا ركب عربيته مكيفة يقول لك لا بد من إسقاط النظام أنت تتلع بأجي هو بيسوق عربيته بفوت بينك في النهاية بيتربسوك انت جوا. تتورط انت في النهاء. في النهاء بتتورط انت. بقيطة صار سنة. وفي النهاء دا حتبقى شو يعني. بيجيب المازة ومهيت الصحة وانو راحب بفضيلة الشيخ الدكتور. والدكتور بيجي يشرب المازة ومهيت الصحة وبيفوت. تما عندك اي حاجة. ولا بيدوك اي شي. في انتهى. فالناس زيل في النهاية. عندهم كلهم عندهم اغراض. وعندهم مصالح دنيوية. شاكيدة ابعد. ابعد من هذه الجماعات. وهذه الطواف والطرق. خليك مسلم كما خلقك الله عز وجل وامرك باتباع الاسلام. طيب. قال وجدت في اليوتيوب ان الشيخ ربيع بن هاد المدخل يرد على مزمل. وكذلك الشيخ ابو بكر اداب. يرد على مزمل. اريد منكم البينات وجزاكم الله وخيرا. يرد في شنو يعني. انت اجيب الكلام تامي يقول بيرد فيه كده وكده. في النهاية الزكارتهم ديلة التلاتة ما معصومين. في واحد منهم معصوم. في الشيخ ربيع حفظه الله. عالم. هل معصوم من الخطأ? ما معصوم. الشيخ مزمل معصوم? ما معصوم. الشيخ ابو بكر معصوم? ما معصوم. ولا احنا ما معصومين. ابدا. عرفته? لكن انت خلي كلامك نجيط. قول قال كده. ورد عليهم في كده. بعد ذلك نشوف اذا حق. خلاص نقبل الحق. واذا باطل نرد الباطل. الموضوع انتهى. قال هل الذكرى الجماعي بعد عيد الاضحى ثلاثة ايام سنة ام بدعة? ازال التكبيرات اللي بيسوها في المساجد دي. دي ما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغريبة انه الشعب السوداني الا من رحم الله. بيتفقوا على البدعة. والله البدعة دي بيتفقوا على اتفاق. ما يتفقوا على سنة اصلا. لكن بيدعة يتفقوا على اتفاق. تلقاهم بعد الصلاة. والتكبير ذاته بيبدأ من العشرة. ديال بيبدوها مع الخروف. والله مع الخروف بيبدو. عرفته ضرب الخروف. جا في صلاة الدور. تلقاوا الامام يقوم يكبر الله الله اكبر الله. الجماعة وراء الله. الله اكبر الله. انت من لقال لك سوي كده. ايوم ان يوم واحد ذي الحجة. انت لقال لك من سوي كده. يقول لك لا 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 ما دا 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 تكبير يا مولانا. عندكم راي في التكبير? احنا ما عندنا نراي في التكبير. لكن السنة ما بالطريقة دي. السنة انه اي زول يكبر براو. واحدين عندهم دقون. والدجن واجب. اللي هي واجبة من الواجبات. تحفيها ما تحلقها. تحفيها. لانه النبي سأسأل امر بذلك. تلقا ايما مسجد. ايبت عارف بيخجل. ايام العيد. والله بيكون رئيس اللجنة قاعد وراه طوالي. رئيس اللجنة البديو البتاع. ايو مسكنه. ورابط اللولة. الحاجات كلها مجيها. انت عارف اول ما يسلم دقنه طويلة. يقول له مولانا التكبير. صاحبك داك يقوم يبعد انواعيك. عامل فيها ما داير الناس يسمعوا برا. الله اكبر. يقول براحة. يا زول البدعة كان قلتها براحة ولا كبيرة. في النهاية بدعة. في النهاية بدعة. لكن دار يرد رئيس اللجنة. بين الرئيس اللجنة. وبغادي نائب رئيس اللجنة. وبهناك المدير المالي بتاع اللجنة. وهو شغل غالبا. وانت ما شايف الزمن ده صعب كيف? لانه غلل الجامعة حيمشي يبيع ترمس. وهو مولانا طبعا شايف نفسه كبير انه يبيع ترمس ولا يشتغل في السوق. يحاول يرضي الناس كلهم. دي المساجد عندنا إلا من رحم الله. وديل أئمة المساجد عندنا إلا من رحم الله. فالتكبيرات دي كانت موجودة أيام العيد. دي ما من السنة. وحتتكرر تاني. إلا أن يشاء الله شيئا. يعني السنة جاء حتجي تلقى الناس بنفس الطريقة. لأنه الناس رأسها قوي. إلا من رحم الله. ما بيقبلوا الحق. إلا من رحم الله. تبارك وتعالى. إن شاء الله إن احنا نقيف عند هذا.